الله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل يقول الحق وهو يهد السبيل وأسلم وأسلم عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الأمين وبعد وهذا هو اللقاء الثالث في برنامج رحلتي إلى أهل القرآن في أندوميسيا ومع فضيلة الشيخ أسامة إمام المسجد هنا في صلاة التراويح في هذه القرية وفي هذا المركز مركز دار القرآن والسنة الذي يدير هذا المركز الشيخ فردوس ابن غشير الشيخ أسامة في الحقيقة له صوت طيب مؤثر في القلوب أحب أن أصلي خلفه لأنه إذا قرأ يقرأ بكشو مع أنه كما قلت أن هذا المركز الأصل فيه أنه لا يستطيع الكراءة والكتابة باللغة العربية ولكن القرآن إذا صادف القلوب فإنها تتأثر وتقرد للناس بصوت مؤثر خاشع الشيخ أسامة يسمعنا الآن من كلام الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاكرة كلا إذا بلغت الكراكي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من منيه يمنا ثم كان علقة فخلق فسوا فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال النبي صلى الله عليه وسلم زين القرآن بأصواتكم من يقرأ القرآن فليتعلم التلاوة وليحسن من صوته عندما يقرأ القرآن هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء ستكون سامة تؤثر بقلوب المساطين هنا في قراءته الممتعة المجودة أسأل الله عز وجل أن يبارك فيه هذا قدوة لغيره ممن ينطقون اللغة العربية ولا يستطيعون أن يتقنوا كراءة القرآن انظروا إلى هؤلاء الذين يقبلون على الله بقلوبهم وأبدانهم يتلون كتاب الله عز وجل يرجون الثواب من الله أسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا المركز وفي القائمين فيه جميعا وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن ويجباكم الله خيرا وصلى الله بن محمد وآله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة